الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اطلاقاً يا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة سادسة من برنامج الدنيا لهب ولعب وقد سبق الحديث عن الدنيا وحقارتها وعن أقسامها أيضاً أما حديثنا اليوم عن أن الدنيا خذرة حلوة فكونوا معنا إلى رناية حلقتنا أيها الأحبة الكرام يقول الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا خذرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان قال العلامة عبد الرؤوف المنافي رحمه الله تعالى في فيد القدير تحت هذا الحديث الشريف الدنيا لا تذم لذاتها فإنها مزرعة الآخرة فمن أخذ منها مراعياً للقوانين الشرعية أعانته على آخرة أيها المشاهدون الكرام عرفنا أن الدنيا فتنة ومهلكة فهل كل ما فيها هو كذلك؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله قال الشيخ عبد الرؤوف المنافي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الشريف في فيد القدير فإن هذه الأمور وإن كانت في الدنيا إلا أنها ليست منها بل هي من أعمال الآخرة الموصلة إلى النعيم المقيم فكل شيء أريد به وجه الله من الأمور والأعمال مستثنى من اللعنة أيها الأحبة الكرام أستودعكم الله تعالى لأننا قد أشرفنا على نهاية جلستنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها وكما أتمنى أن تنال إعجابكم أيضاً صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة